الناس تعرف بقى مشكلة اللي حصلت واللي بسببها شفنا فيديو الاعتداء على حضرتك عايزة عرب بداية المشكلة مع الجران دول كانت بدأت امتى وايه اللي وصل المشكلة لاعتداء بالايدي على حضرتك وانت لوحدك ومش معاك حد وجون كان في المعهد أو في مكانه وحضرتك وإيه اللي وصلكم لكده حاضر ها هي القصة ابتدت من خمس سنين لما يعني الولد جاني أظهر موهبة كبيرة قوي في سن صغير قوي جاني أصغر مخرج كارتون واخد جائزة دولية الكلام ده حصل وهو عمره 2012 كان تقريبا 13 سنة خد رابع عالم هنا في مصر في مراجل الدولة لسينما الأطفال عن فيلم اسمه ما تخافش فيلم لكل أطفال مصر ودنيا كلها ترجد بسبب ده وقبله هو في عمر يعني سنة خمسة بتدائي كان بيدي محاضرات كمبيوتر بعد كده عمره سن 16 سنة سافر بولجاريا كان تبادل تابع وزارة ثقافة فإدى محاضرة في معهد اسمه ليتل زوجراف والجرائد كتبت عنه هناك 17 سنة كان بيمثل مصر في المهرجان سوري كاس العالم الكشافة الجامبري في اليابان وقال خطبة في هيروشيما وقتين كنه هو أخد حاجة أنا مش فهمها يا إيه بس هي حاجة زي سفير نوايا حسنة حاجة اسمها مسنجر اوف بيس فطول الوقت هو مسنجر اوف بيس اخد حاجة كده مميز كان يستاهل ان انا بيع له البيت وانه ادور على النت واكتب افضل عشر مدارس رسوم متحركة في العالم عشان ينمي موهبه بالدراسة بالدراسة وهو يستاهل وده اكبر استثمار اكبر من الملك واكبر من كل حاجة صحيح فلانه دي العقلية بتاعتنا وانه دي الخلفية بتاعتنا طرحت بيتك للبيع بالزبط انا طرحته بطريقة شفافة جدا يعني انت لما بتطرح لو مش عايق باني سمسرة المنطقة بجيب شركة عقرية من بره بتتمن وبتشوف وبتشوف وبنبتدي نعلن فحطوا يفطوا خلاص وبنحاول نبيع يعني البيت وكده بس تلاقيت يعني ده شيء مستقل تماما الاخ بيطلع من البلكونة الجار اللي اعتاد عليك الجار اه بيعمل حاجه مش مفهومه واحنا مش مركزين فيها ومش فاهمين ليه بيطلع يشتم ويهدد بالفاظ عفوا بيهدد بالفاظ مش مظبوطه وبيهدد بالاغتصاب انا المفروض اكبر منه با 14 سنه فانا المفروض يتقال لي يا تنت يعني ده اخري مفيش حاجه تاني ومفيش فرصه لحاجه تاني بدون اي اسباب قبلها ولا اي بدون اي اسباب ودا اللي كان ملفت انت ليه بتعمل كده احنا مش فاهمين يعني اتعود في حاجه كده عرفناها في الشرع المصري اااااا يعني كلمه بتتقال انه حد بيرمي نفسه او بيرمي مصيبة عليك بيرمي بالا عليك بيرمي بالا عليك انا مش فاهمة وده يعني احنا كلنا في المنطقة مسلمين المسيحيين بمختلف درجات تعليمنا احنا كلنا شايفين انه ايه ده ايه الجنان ده ده من الاول ما حضرتك طرحت بيتك للبيع بعدها بحاجة بسيطة اول مرة جاني كان موجود نزله قال له انا قادر اعمل كده في اللي عندك بس احنا جايين نوريك الاخلاق الكويسة ازاي فاعتذر وانسحب هو في الوقت ده عنده شركة كان مبتديها وابتدى يركب كاميرات مراقبة محد الشك في حاجة اتري موجه كاميرات المراقبة على البيت بتاعي فابتدى يدور امتى جاني بينزل من البيت ويبتدي يعمل الكلام ده يحتكب حضرتك وبالاسلوب ده فمثلا يعني انتي ممكن ما تبقيش وافة في الشباكة على طول بس على الاقل لو جيبت بتاع خضار انا عندي والدة فوق عامية وطريحة فراش وما بتنزلش انا سكنة في الخامس كمان رغم اني ملكة العقار البيت كله فاضي معدد دور الارضي في رجل ومدام بتاعته وناس كبار في السن يعني ما بتنزلش يعني انتي بتستعملي الشباك على الاقل تشتري طلباتك بالثبت يعني افسط حاجة مجرد بتاع الشباك اه يحتكي بيكي اه فتضطري تقفلي طب ايه اللي وصلنا للواقع الاخير اللي وصلنا للواقع اللي مد ايده عليكي هو امراضه بالوحشية اللي وصلنا للواقع ان انا تصديت للكلام ده فابتديت اعمل في الاول مخاضر اه يعني في الاول جاني يتكلم معاه بعدين الجيران ابتدوا قلوا له من فضلك مش بس هي لكن كمان بنتنا لانه خاصة ان هو ابتدى يعمل الكلام ابتدى يحدد معاه دو مثلا يجي عشر الصبح وهو بيفتح للشركة بتاعته يعمل الكلام ده الموظفين نزلوا على اشغالهم الكلام ده هو التجاوز على حضرتك التجاوز اه والتهديد بالاغتصاب انا مصر على الكلام اللي انا بقوله وانا وثقت ده في محاضر فيجي عشر الصبح الموظفين نزلت والمحلات لسه ما فتحتش يعني المنطقة فاضية فالمنطقة فاضية ما فيش شهود فما فيش حد يتكلم معاه فلما بتصادف وحد بيسمع بناتنا بيتقال الست وبناتنا دي حاجة جرحة ومش مقبولة لكن الناس ما حاولتش ان هي تاخد اجراء معايا عشان ما تهيكش يعني فضلوا اه فضلوا الطرف اللي بيهدي اليوم اللي حصل فين اعتداء اخر مرة لأ انا قبل الاعتداء ده فيه اعتداءات تانية اصلي وتسكت عنها حضرتك اخر اعتداء لفظي هو كرر الموضوع ده اكتر من مرة في اخر مرة انا معانا تفاصيل الاعتداء انا مش عايزة داي دايقك بس انا حابة الناس تشوفي اللي ما شافش اللي مش كل الناس بتبع على سوشيال ميديا حابة تشوفوا قد ايه وحشية الاعتداء قد ايه كان لازم سيدة جرحان تكون معانا النهاردة اعتد عليها بكل هذه الوحشية وكأنه في بلد بلا قانون ونحن نحن نصف في القانون تفضل يا خاند بالنسبة اليوم الاعتداء هو اللي حصل ببساطة انا نزلة انا من الدر الخامس انا مشجرة تحت البيت عاملة صور شجري عشان تفصلي بينكوبينو ده الكلام انتو تقولين بي اه لانه كنت بخبي الكاميرات وبطريقة جميلة وعشان ما هو كان يتعود يشتم هو وصل لهم يعني قبل كده هما ضربوا يعني اللي وصل للموضوع للنهاردة قبل كده هما ضربوا ضربوكي ضربوني اه دي مش اول مرة الضرب دي تاني مرة اول مرة انا رجليا فيها مشاكل فمعنديش ارتكاز انا ممكن اقع لواحدي يعني ممكن لواحدي يكون واقفة اقع فانا لقيتها بتجبني من شعري بترميني على الارض على وشي ففكرت ان انا ما قمش لانه لو قمت حتى تتصاق حتى تتفاقب اتفاهم ده ضعف تاني مرة نفس الحكاية لا تاني مرة بقى ايه اللي حصل ابتدى يهدد نزلوا الكاميرات وإلا انا حضرب لكم الكاميرات بوجهة البيت وابتدى كل يوم جمعة يعمل ده بصوت عالي بترويع وانا حجيب المؤمنين في الحال ما فيش اي مؤمنين جمعة نهائي يعني الناس كانت بتبصوا يحاولي قويفة ما إلا يعني ابتدى يحط طوب على الصور في السابع صور بيت حضرتك اه في السابع لا على صور هو صور هو هو الملك المقابل ليا ابتدى يحط طوب على الصور يوقف حديد مواسير بس فابتدنا نتقدم ببلاغ لسيادة رئيس الجمهورية مشكورا وسيادة وزير الداخلية لاحظنا حاجتين انه هما تشدوا الدنيا هدية مجلس الوزراء كلمت كان فيه مداخلة من المجلس مجلس الوزراء مشكورين كلموني وقالوا لي تطميني وما تخفيش كلام ده حصل بتلغرافات ومثبوط عندي ومستعدة ان انا قديني في الوقت ده هو تراجع شوية هدي تطميننا لغاية ما جات أزمة كورونا وبعد كده سيد الرئيس اضطر كإجراء احترازي انه يقفل مكاتب التلغراف هو عرف بيها ما عرفش ازاي في الوقت بعد 15 يوم تقريبا من قفل التلغراف ابتدى ينفذ التهديد بتاعه كامل علما بانه انا قلت له لو شاكك انه في كاميرا ممكن تجرح خصوصيتك تقدر تستصدر امر نيابة انها تتشاك لأ انها تتفتش الاول لو هي جرحة تتشل لو هي مش جرحة لو هي بتحمي حضرتك فقط على بيتك على ممتلكاتك على منطقتك لا وفي كاميرا تقلي ممكن تتركب وتقلي انها مش ضد القانون خالص ترصد لو هو عايز يتهجم ودي كتحاجة واقفة المهزلة اللي احنا عايشين فيها طبعا انا ما كنتش عارفة من ده عشان يبخس البيت عشان يبقى البيت خلال فترة معينة في مشاكل وهو ما بيتكلمش لا في بيع ولا في شرق خلاص جينا اخر مرة اخر واقعة خالص راح ببساطة جديدة انا نزل السوبر ماركت اشتري طلبات انا بالف عشان اخرج لقيتها بتصدر الباب دي مرادة مادامته اللي ضرباني اللي ضربة البيت بالطوب اللي زي ما شفت زي ما كنت شوته في الفيديو فطبيعي مش هقول لها لا صباح الخير اللي كان بتكلمك من بعيد ها اللي كان بتكلم من بعيد لا هقول لها صباح الخير ولا هقرب منها كل اللي فكرت فيه هعدي ازاي فزي ما بيقولوا مرأت من جنبها لا مرأت من جنبها زي ما تكوني في اوتوبيز زحمة وفي ست جنبك بتمرقي عشان تنزلي محطتك وتخلصي فهمخلص يعني هامره وهمشي بس فبسيفي كده بجنب بس زي ما حضرتك شايفة ان انا كتير جدا فهي دي الظروف بقى بس فانا سمعة من ورايا اجتيمة باللبناني يعني خلاص ما عبرتهاش هي لبنانية فعلا اه اه هي بنت خالته كمان بس يعني ده اللي انا عرفها ايه بقى حتة لبناني دي معرفش بس قيل انه باسبور يعني معاني انا حتى ما كنتش عارف اسمها يعني انا قلت اسمها غلط عديتي من جنبها المهم عديت من جنبها ومشيت دخل على بيتي بفتح الباب طبعا البيت فاضي جاني في شغله لان جاني شغله جمعة فيه شغل عنده جمعة فحطيت شنطة الطلبات على في برميل كده احنا حطينه ورا لاجنينة على اساس ننزل فيه جربج الزبالة بتاعتنا كلها وبفتح الباب وسمعت صوتها ورايا فحضرتك انا متهددة بالاغتصاب انا بيتي اتضرب بطوب خلاص انا الحاجة التالتة والاختر ما يمكن انه هي ضربتني فما ينفعش ادخل جوا وانا الوحدي فكل اللي فكرت فيه اني ألف وارجع الورا حسن الشارع هيحميك الشارع اه وقتدي اه اكتر في الكلام شوية عشان الناس تحس تتلم فتتلم طبعا الناس برضو زي كل واحد في حاله يعني الناس في الاول قالوا احنا كنا فين يعني بس فالمهم ان هي ابتدت بتتكلم فانا قلقانا منها انا عايزة انهي فابتديت احاول ابعيدها ابعيدي بس فبقولها انشي يا بنت وبعدين خد طوب من الارض بضحرجها يعني بضحرجها بزاوي الكاميرا جايبا بضحرجها بزاوي بعدين بصيت لقيتها بتندع طب كده يا احمد يا احمد راح تمنزله الاستاذ احمد فالاستاذ احمد نزل بصيت لقيتها جاياني فهو ايه يعني انا عايزة اكتخلاصي بس هو راح شالها رجاحها الورا ووقف هو واحتك هو بي ابتدى يحتك بيا وبعدين في حاجة كان فيه بلاغ للنائب العام بالواقع اللي هي بتاعت التكسير البلاغ ده تم حفظه يوم 24-12 الواقع 29-1 انتي ليكي شهر عشان تعملي تظلم من 24-12 إلى 24-1 وهو فكر اني مجددتش التظلم للمحامي العام الاول حضرتك كنت جددتين انا كنت جددته قبل 30 يوم باحترم باحترم فكرة استرارك على تعمل القانون وهو انا باحترمك فيه جدا وهو ده اللي خلاهم يلجأوا للبلطاجة بعصبية وبعنف لان هما مش لقين لي صغرة قانونية لاني حتى لما ارجع للواقع المهم انه بصيت لقيته رجعلي بيقول انا رجعت يعني انا رجعت يعني من قصة النابل عم خلصت يا سيدة طبعا مش يا سيدة خالص يعني كلام كلام تاني خالص يا سيدة يا كذا انا حنيمك على الارض دلوقتي واجردك واخلي الرايح والجاي يغتصبك طبعا ميت ديدو عليك طيب هنا لا لا ما حصلش وانا اشكر الله انا متعريتش انا قصد حتى يضربك او يجي عندك لا هو ابتدى يتكلم كده انا تقدير الموقف بيننا وبين بعض خمسة متر مفيش حاجة تمنعك مفيش اي اجراء قانوني كمل للنهاية وقال لك تعال انت فين مفيش اي حاجة ولا وقع وفي نفس الوقت انت مش في البالكون ده انت قدامي تحت فبصي يعني يعني ايه يعني انت شايفة كده ده بيشجعوا اكتر مش بيشجعوا يعني خلاص احنا خلصة متر في مواجهة فالفرصة قدامه فالفرصة قدامه يعني انت بتروح اه انت انت لوحدك وبتروحي وخلاص مفيش ساتر قانوني هو وقف قدامي تبقى ايه اللي حصل طبعا رحت مسكة حجر وروحت جارية وقفت عند نص الشارع وبرضو دي ثابتة في الكاميرات وقفة مش اكتر من نص الشارع وكل اللي عملت اني عملت كده الورا هو خاف طلع جاري بص لقى نفسه ادرك ان هو طلع جاري قدام الناس لقيته راح جاي بحجر بتاع اثنين كيلو ضربني في رجلي من هنا في التيبيا بتاعت رجلي رحت انا مكملة رايحة عنده انت بتعمل كده ليه تاعتين الموقف انا حاسة انت خلاص جبتي اخرك هات انت كمان خلاص بقى يعني بص يعني ان شاء الله يا رب شكرا برضو خلاص بقى وبعدين لا اخفيكي سرا يعني انا جوايا يعني رغم عندي عقلية كويسة بتقدر تتفكر وتتصرف وشخصيتي قوية مش ضعيفة بس في وقت بتحسي باليأس من الحياة انت مسجونة جوا بيت بتحبيه جوا بيت انا عاملة زراعة سطوح انا عاملة جنيه بعد تكسير الوجهة عشان احلي الدنيا على نفسي عملت فوق بيتي حت الجنينة زي العسل زائد ان انا حليت مشكلة الكاميرات ومشكلة الاعتداء بالتشجير بالورد فانا برغم من ده خلاص يأسانا هو بيرفع حجر تاني عشان يضربني على راسي وقال له وانا مش خايفة ورحت وقفه قدامه انا بعد كده لقيت الدنيا غمقت بعد كده اي حاجة هحكيها لحضرتك انتك شوفتها في الكاميرا زي هو انا دار اقولك اللي حصل اللي انا حسيت بي اولا انا فيه اختناق يعني حاولت لا هي المدام كانت قاعدة فوقية اللي حصل انا حسيت بدربة شب شب طبعا وفيه اختناء حصل فيه هنا تلايف لحد النهارده انا حسيت بخبطات قوية انا فتكرت اقولت ازاي بيدو بنيات كده يعني فطلعت مش بنيات حضرتك دي طلعت شلاليت برجليهم برجليهم الاستاذ احمد طبعا من الخناء الاولانية عارف ان انا نقطة ارتكازي زيرو وان المدام لما شدتني كده وقعت فهو شديني من شعري الورا فاتراميت اتفرشت وهما فوقية مش متعودين من رجالة المصرية يميدوا قديهم ايه لي وصل راجل بالشراسة دي انا حقيقي الكاميرات شيء لكن فكرة ان هو بنفسه وزوجته ايه كميت يعني ايه اللي بين كل الدرجات دي انا انا بسألك كل اسئلة اللي ممكن تتسئل برا هو انا فهم حضرتك بس عايز اقول لحضرتك يكفي ان بقالهم خمس سنين مش عارفين ينتزعوا بيتي ورغم ان الوحدي في بعظم الاوقات لكن حيطسد حاولوا بطرق كتير يعني يعني ده ده انتو كده دي طرق العنيفة انت حصل الاعتداء دلوقتي من الاغماء او من اللي حصل لا انا ما فوقتش من الاغماء انا هقولك اللي حصل ايه طبعا وانا بتسحل كده انا ما بتكلمش يعني خلاص انا طبعي كده لما بتحصل حاجة صعبة بكتب ولو فيه دلاغ بتصرف وغالبا انه بتصرف فده انا كتمت وخلاص وانا مستسلمة للموت يعني انا بصراحة ما كانش فارق معي ان انا اكمل بعد كده فاللي حصل فيه بيت ربنا يحفظهم ويحميهم جرانك جراني عيلة عسكرية جيش فدول الصحابي ودول ولادهم مولودين على قدية وتجوزوا على قدية اتدخلوا انا عندي مشكلة في الوقت فتدخلوا فيه شابة فيه شابة منهم بصت لقيت المنظر فسرخت وفقدت النطقة ام كبيرة طلعت من الحمام مبلولة انا انا اصداد اوي الصورة نديد وصل عشان تعرفي الناس دي شكلها الشرع المصر لسه بخير بصي نازلة من الحمام يا دوب لابسة كوي السترة نفسها والاسدال تحته او الخمار شعرها مبلو بنقط مية بصي الجمال وتحت طفلة صغيرة برضو برضو تابع نفس العيلة دي رحت ندهت مامتها وباباها الاقرب اللي هي تحت فنزلت بسرعة على فكرة انا من الحداشر اللي فوقية مش كلهم كانوا بيدربوا في منهم ثلاثة او اربعة ناس بتحجز وفي حد كان بيتفرج يعني انا فهمة كل واحد كان بيعمل ايه خلاص وفي واحد من العيلة دي ما ضربش اصغر ابني فيهم كان بيحاول يحوش وما كانش كان رافض الموضوع ده بس فالمهم انه الست اللي تحت لما نزلت من العيلة دي فرقت الكل انا ما كنتش باخد نفسي فهي ابتدت حاول تتكلم عشان تنعيش تفوقني ابتديت قطع نفس بس المهمة في النهاية ابتديت افوق فاول كلمة قلتها لا خدي اخد نفسي انا عايزة اسجلك الكلمة دي بالذات حضنتني انا حسيت حضن امي من كترة ما كنت خايفة عليك انا شعرت حضن امي مسافة منزلت السيدة التانية والراجل الله يبركو طبعا هم ما شافوهم اختافوا اللي بتقولي ده مش غريبة عشرة مصر خارجة اول قرار خدتي بعد ما قمتي انك تروحي للإسم اه روحتي الاسم اللي حصل ايه بقى انا اللي فكرت فيه اني اكلم المحامي بتاعي اسأله اعمل ايه فهو قال لي بلغي البوليس او اتحركي روحي انتي اه فأنا بلغت بوليس النجدة طبعا انا كمان مع الدوشة ما كنت اجتمع و بيقوليه بس غالبا هو كان بيقولي انا اتكلمتلك الاسم او حاجة ثم اتقبض عليهم في وقتها لا اه بعد بتعمل تحريات و كده اتقبض عليهم اه امتى استعملتوا للفيلم اللي احنا شوفنا دا احنا استعملنا الفيلم اللي حضرك شوفتي احنا طبعا روحنا عملنا البلاغ الناس الزباط الزباط اللي في الاسم كانوا ناس كويسين قوي ادوني ورق المستشفى روحت عملت ورجعت وبقى عملنا البلاغ ودلوقتي بقتل القصة دي مميكانة لكن يعني بعد ما رجعنا تاني يوم انا طبعا ما شفتش ومتابعتش ايه اللي بيحصل وخلاص حضرتك تاني يوم الامة بتهدد بتقول دا معاها ابن وحيد مش خايفة عليه ثالث يوم ودي اللي بعدها ثالث يوم من تقديم حضرتك البلاغ لما نشرنا السوشيال ميديا السوشيال فقط العمل الضغط اللي امتى نشرنا كل دا الناس بتقولنا ما تنشروش وحتاخدوا حققكم ما تنشروش وحتاخدوا حققكم خلاص حسيت بيأس تاني ايه اللي حصل واحدة بالليل لقينا صوت دا بجامد جاني كان برا يعني لو كان جوا ما كنتش فتاعة حضرتك لوحدك وانا الوحدي واحدة بالليل شخصين بيدعوا انهم امناء شرطة معاهم واحد احنا تأكدنا ان المحامي بتاعهم وزائد انه عربيتهم ظهرت هو قال كدوهم عزلوا ييجا عندك يليه ييجا عند حضرتك بيقول لي احنا عايزين نحل ودي هو ايه الموضوع حضرتك جايني من الاسم حضرتك تقول ايه الموضوع الوقت يوصلنا لإيه اللي بينك وصل لإيه اللي بيننا وصل للقاتي هم اتخدوا اتحقق معاهم واخلي سابلهم بكفالة